حيث عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع عن اليوم لمتابعة إجراءات وخطوات زيادة حجم الانتاج من المنتجات البترولية وكذا ما يتعلق بإداحة المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول بهدف توفير المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة وذلك بحضور وزيري المالية والبترول في مستهل الاجتماع عشر رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات المستمرة التي يتم عقدها وتستهدف متابعة إتاحة المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول صعيا لتأمين وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية لمختلف القطاعات الانتاجية والتنموية والخدمية وصرح استفير محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لخطط وإجراءات وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول وفقا للبرامج الزمنية في هذا الشأن وضف المتحدث الرسمي تناول الاجتماع أيضا جهود وزارة البترول لزيادة حجم الطاقة الانتاجية من كل من البترول والغاز الطبعي خلال الفترة القادمة وذلك بتعاون مع العديد من الشركاء الأجانب كذا الجهود المبذولة لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وما يتم إتاحته في هذا الصدد من محافزات من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيما للفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الوعد وذلك بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وتخفيض فتورة الاستراد اشتركوا في القناة